اذا كنت معتقد ان امريكا هي اول دولة هبطت على الامر فاسمح لي انت كده فايتك جزء كبير او من القصة سلام عليكم عرفنا الحلقة اللي فاتت ان بعد الحرب العالمية التانية ان روسيا وامريكا اتنفسوا ما بينهم عالمين فيهم اللي هيقدر يغزوا بفضل اول وان التنافس ده كان نوع من اظهار القوة وفرض العضلات وعرفنا كمان ان روسيا كان لها اليد العليا في مراحل السباية الاولى هي اللي عملت اول صاروخ ناجح يسافر الفضة واللي كان اسمه ميوركا وهي برضو اللي طلعت اول امر صناعي للفضة واللي كان اسمه سفوتنيك وان وكمان طلعت اول كائن حي يسافر للفضة واللي كانت الكلبالايكا وبرغم ان امريكا كانت بتقدر تعمل نفس اللي عملته روسيا الا انها دايما كانت بتجي متأخر بعد ما تكون روسيا خدت اللقطة وخلت شكل امريكا مش ولا بود الا ان نجاح امريكا رفع سقف المنافسة من جديد وخلى الرهان المراضي على مين فيهم اللي هيطلع اول انسان للفضة او بمعنى تاني مين اللي هينجح انه يصمم مكان موجود على الصاروخ يقدر انه يتواجد فيه انسان في الظروف اللي هتبقى موجودة في الفضة من غياب الاكسوجين وانعدام الضغط وزيادة الاشعاع واختلاف درجات الحرارة ومن هنا تيجي فكرة صناعة المركبات الفضائية او الاسباسكرافت اللي هي عبارة عن المكان المناسب اللي هيبقى موجود على الصاروخ اللي هيقدر يتواجد فيه انسان وهو موجود في الفضة بدون ما يتأثر بالظروف بتاعته بس مكان هيقدر يوفر كل الحماية دي الانسان اكيد يعني هيبقى وزنه كبير واكتر حاجة ممكن توقف وصد نجاح صاروخ زي ما عرفنا هي الوزن فروسيا وامريكا يقرروا انهم يعتبروا المركبة مرحلة جديدة من مراحل الصاروخ ويتم تزودها هي كمان بمحركات عشان في الوقت المناسب تنفصل عن الصاروخ وتتحرك بدون وزن زيادة مانوش لازمة وعشان كمان وهي راجعة قدر استخدم المحركات دي عشان اخرج بها من المدار وارجع بها للارض بالرائد الفضاء بتاعي مانوش هسيبه وبدأت روسيا والولايات المتحدة يتنافسوا على مين فيهم اللي هيصنع المركبة الاول لكن كالعادة روسيا تسبق الولايات المتحدة وتصنع المركبة الفضائية فوستوك واللي معناها بالروسي الشرق عشان تكون اول مركبة فضائية يطم صناعتها في التاريخ واللي كان فيها التجهزات المناسبة اللي يدوب تسمح لرائد فضاء واحد بس انه يعيش جواها اسناء رحلته والشخص الواحد ده سعيد الحظ يكون طيار حربي في القوات الجوية الروسية اسمه يوري جا جيرين وفي 12 ابريل سنة 1961 ينطلق السرخ سميوركا واللي شايل المركبة فوستوك واللي جواها يوري جا جيرين لحد ما يوصل بيها في مدار على ارتفاع 327 كم من سطح البحر وتعمل المركبة دورة كاملة حوالين الارض وبعد كده تسيب المدار وترجع به تاني عشان تبدأ في عملية السقوط في الولاف الجو للارض وتحتك بالغازات بتاعته وعلى ارتفاع 7 كيلو من سطح الارض تخذف المركبة يوري براها وينزل للارض عن طريق البراشوتات عشان تعنن النهاية بنجاح مهم دوستوك ويتم اعتبار يوري جا جارين من بعدها بطل شعبي جوا روسيا الا ان الولايات المتحدة برضو ما كانتش واقفة بتتفرج وتنجح بعدها بفترة قصيرة في تجهيز المركبة بتاعتها ميركري او عطارد وتحملها على الصاروخ ريدستون وتنجح انها تطلحها للفضاء ويكون جواها رائد الفضاء الامريكي الان شيبرد عشان يكون تاني انسان يطلع للفضاء واول امريكي يقوم بالمهمة دي وسواء يوري او شيبرد فهم الاثنين في المهمة بتاعتهم كانوا لابسين نفس البيدل اللي بيلبسوا الطيارين اللي بيطروا ارتفاعات مرتفعة اللي هي عبارة عن بيدل مضغوطة عشان لو حصل اي حاجة جوا المركبة وهربط الضغط بتاعها فالسوائل والغازات اللي موجودة في اجسامهم ما تتبخرش ويموتوا لان طبعا مفيش ضغط في الفضاء بس النوع ده من البيدل كان بداي جدا وكان نفس النوع المنتشر واللي بيلبسوه الطيارين الحربيين لكان فيها بقى تكنولوجيا موقدة او كانت مصممة مخصوص للمهمات دي لان لا يوري ولا شيبرد هيخرجوا برا المركبة والمركبة هي اللي بتتولى الحفاظ على حياتهم وعشان المركبتين برده كانوا ديعين ويدوب اخدين يوري وشيبرد بالعافية وطبعا مفيش اي فرصة لحد فيهم انه يتحرك من مكانه فبدل الاتنين برده كان جواها حفاظات عشان يعني لو حد فيهم حاب يعمل حمام وحوار الحفاظات ده استمر في البدل بعد كده حتى في المركبات اللي كانت اوسع واللي كان جواها حمام بس المهم يا سيدي ان حتى في المهمة دي الروسيا سبقت الولايات المتحدة وده كان تالت ألم تاخد الولايات المتحدة بعد حوار الصاروخ والأمر الصناعي ومش بس عشان اتأخرت عن روسيا ده كمان لان روسيا قدرت تخلي يوري يقعد في الفضاء لمدة ساعة وتمانية واربعين دقيقة في حين ان شيبرد رحلته ما استمرتش اكتر من خمستاشر دقيقة بس وكمان كان موجود في المدار ارتفاعه اقل من المدار بتاع يوري فالموضوع كان محرك جدا لامريكا بس هزيمة امريكا للمرة التالتة خلت الرئيس الامريكي جون كينيدي ما يبقاش قدامه غير انه يراهن على المهمة الاصعب وهي الهبوط على الامر يعني مش بس هنعدي خط كرمان ده احنا هنوصل للامر والتحدي بعد ما كان من فينا اللي هيعدي مئة كيلو متر اصبح من فينا اللي هيوصل لمسافة 384 الف كيلو متر وفي سنة 62 كينيدي يلقي خطاب يوعد فيه الشعب الامريكي امريكا هتطلع اول انسان للامر وهترجع به تاني للارض سليم وخطاب كينيدي يخلي روسيا تبدأ تستعد هي كمان للمهمة عشان تجهز لامريكا الضربة النهائية والقاضية لاني مش بس بعرفك ان عندي التكنولوجيا اللي قدر اوصل بها للامر وارجع تاني ده كمان بعرفك ان عندي الصاروخ الجامد اللي هيقدر يوم بالمهمة دي فتخيل دولة عندها صاروخ بيوصل للامر منها يجرؤ يبدأ معها صراع عسكري لكن مع ذلك التحدي المرادي برضو كان صعب وخلينا اقولك ليه المسافة ما بين الارض والامر ضخمة جدا ورحلة زي دي مش هتقل مدتها عن اسبوعين واقصى مدة عادها انسان في الفضل حد دلوقتي كانت ساعة ونصف فانا اولا مش عارف ايه هو تأثير ان انسان يقعد في الفضة لفترات طويلة ثانيا عشان تبعد حد للامر فانت لازم تدرس بيت الامر دي شكلها ايه؟ حرارته كمية الاشعاع اللي عليه التربة اللي هيمشي عليها رائد الفضة وتدرس كل الاخطار اللي ممكن تواجهه هناك انت مش مطلع فارطة جارب ثالثا الانسان ده هيخرج من المركبة بتاعته وهيمشي على الامر وبالتالي لازم تدرس كمان حركة الانسان في الفضة وتشوف الحركة دي هتم ازاي في الظل الجاذبية الضعيفة او المنعدمة بخلاف ان المراضي كمان لازم تصمم له بدلة مخصوص لانه زي ما قلنا هيخرج بره المركبة وبالتالي لازم تحافظ عليه من ظروف الفضة رابعا المركبة اللي هتتعمل المراضي هتسافر للامر وهتهبط عليه وبعد ما تهبط هترجع تاني فلازم تكون محركاتها اكبر وقودها اكتر ومهيئة لظروف المعيشة لفترة اطول واكيد طبعا فيها حمام لان مفيش بامبرس يقدر انه يتحمل المدة دي كلها وطبعا كل الحاجات دي هتخلي وزنها في النهاية يكون كبير وده هيرمينا عن نقطة الاخيرة ان الصاروخ اللي هيجي ويشيل كل ده ويطلع بيه من الارض للفضة لازم هو كمان يكون اكبر وهو قده اكتر وقوة دفع تكون اعلى وبالتالي هنحتاج اننا نصمم صاروخ جديد عشان المهمة دي فالموضوع ضخم جدا ومش بسهولة لحد يتوقعها وعشان كده روسيا وامريكا يقرروا انهم يقسموا المشروع الكبير ده لتلات مشاريع اصغر مشروع هيدرس حركة الانسان في الفضة ومشروع تاني هيدرس الامر والظروف البيئية بتاعته ومشروع هيدرس المركبة والصاروخ اللي هيوصله الانسان للامر وهيرجعوه والتلات مشاريع بدأوا مع بعض وكل واحد اتصمم له مركبة تاريخية خاصة بيه بالنسبة الاول مشروع اللي هييدرس حركة الانسان في الفضة فالمركبة بتاعته لازم تكون موصفاتها كالقاتي اولا المركبة لازم انها تستوعب اكتر من رائد فضة عشان لما واحد يطلع ويتمشه التاني يفضل يرايب الوضع ويشوف ايه ثانيا لازم تكون فيه طريقة مناسبة عشان رائد الفضة يقدر انه يدخل ويخرج من المركبة بدون اي مشاكل لان رائد الفضاء بمجرد ما هيفتح باب المركبة فالضغط جواها هيخليه اندفع منها وكأنه طلقه مضروبة من مدفع لان برا المركبة طبعا مفيش ضغط وبالنسبة للبادلة فلازم انها تكون متصممة وخصوص عشان تحمل رائد الفضاء في الفترة اللي هيكون موجود فيها خارج المركبة فلازم تكون مزودة بحماية اكتر من الاشعاع وجواها نظام تبريد وتسخين عشان يحافظ على درجات الحرارة ولازم يكون فيها كمان وسيلة اتصال عشان لو حصل حاجة لرائد الفضاء اللي موجود برا المركبة وبدأوا في التنفيذ اللي ان روسيا كالعادة هي اللي تسبق وتعمل المركبة فوشكود اللي معناها بالروسي شروق الشمس واللي كانت شبيهة بالمركبة فوستوك اللي انها كانت اكبر وبتستوعب 3 رواد فضاء ومنسبة اكتر للحياة لفترة اطول وفيها منطقة اضافية بيتم جواها معدت الضغط قبل ما رائد الفضاء يدخل او يخرج من المركبة المنطقة اللي تعرفت بالإيرلوك سيستيم وفي 12 اكتوبر سنة 64 روسيا اتطلع 3 رواد للفضاء يدوروا حوالين الارض 16 مرة عشان تكون اول رحلة يكون موجود فيها اكتر من رائد فضاء وفي 18 مارس سنة 65 روسيا اتطلع اتنين رواد فضاء بافل بلييف واليكس اليونوف واليكس يخرج برا المركبة يعمل جولة بودتها 12 دقيقة عشان يبقى اول انسان يعمل جولة خارج مركبة فضائية في التاريخ صح البدلة بتاعته كان فيها مشكلة وتنافخت برا المركبة وما كانش عارف انه يدخل جوا المركبة من جديد وصح ان المركبة نفسها قبلت مشاكل اثناء هموتها على الارض الا ان الرقم خلاص كانت ساجل باسمه بس امريكا كالعادة توصل متاخر وتصمم المركبة جيمني او جيمناي اللي هتقوم بنفس المهمة وفي 3 يونيو 65 ناسا هي كمان تطلع للفضاء ان رواد اللي هو جيمس مكديفيد وادورد وايت ووايت يخرج برا المركبة ويعمل جولة مدتها 20 دقيقة وبعد كده يرجع للارض بسلام بس بعد ايه بقى روسيا برضو هي اللي كان لها السابق والبروباجندا وكل شوية الموضوع عمال بيتقزم على الولايات المتحدة طيب يمكن فرصتها تيجي بقى في مشروع استكشاف الامر واخد بالك ان رغم ان الامر بعيد فالمشروع ده موهش صعب ومش مؤقد قوي لانك في الرحلة دي رغم ان المسافة بعيدة فمش هتحتاج صاروخ قوي وكل انت هتعمله هتبعت حتة روبوت تنزله على الامر وهو يبعط لك البيانات من هناك لا هتحتاج توفره وسائل الحماية ولا هتحتاج انك ترجعه كل انت محتاجه انك تبعطه على الامر وتنزله هناك وتنساه وبالتالي انت مش هتحتاج غير صاروخ يخرجك من جاذبية الارض واصعب ما في الرحلة دي هو التكنيك اللي هتهبط بي بالروبوت على الامر وخلاص بقى انت بقيت شاطر وعارف من اللي سبق روسيا طبعا هي برضو اللي تسبق وتعمل المركبة الروبوت بتاعتها واللي تسميها لونة وتعمل بيها 15 رحلة للامر ب15 روبوت مختلفين في الشكل والامكانيات 6 منهم صحيح ما يقدروا انهم يحققوا اهدفهم لانهم يا اما ما وصلوش للامر او انفجروا وقت الهبوط عليه لكن بقى البعثات حققت نجاحات رهيبة لونة واحد مثلا كانت اول مركبة توصل للامر والدور حواليه ولونة اثنين كانت اول مركبة تنزل على سطح الامر وتصطدم به بشكل مباشر صح ان الاصطدام في لونة اثنين ما كانش ثالث وكأنك كنت بترمي طوبة على الامر الا ان المركبة نجحت انها تنزل على سطح الامر اما لونة ثلاثة فكانت اول مركبة تصور الجانب المظلم للامر واللي عمرنا مشوفناه ولونة تسعة كانت اول مركبة تهبط على الامر بشكل ثالث المهم يا سيدي ان مهمات لونة اللي عملتها روسيا نجحت بصورة رهيبة في دراسة بيئة الامر وتربته ومقدار الجاذبية عليه واخدت مجموعة من الصور للامر كانت اول مرة نشوفها وادت لروسيا افضلية كبيرة في رحلة الهبوط على الامر اما بالنسبة لناسة فبرغم انها جات متأخر زي عوايدها الا انها برضو نجحت انها تعمل المركبة الروبوت بتاعتها واللي سميتها سيرفيير واللي قدرت انها تعمل بيها سبع رحلات للامر اتنين منهم ما نجحوش لكن باقي الرحلات نجحت في انها تدرس بيئة الامر ولو اخد بالك فاحنا الحد دلوقتي روسيا مقطع وش الولايات المتحدة في السباق وحطة عليها حطة مش طبيعية هي اللي سبعت الاول ووصلت للامر وهي برضو اللي سبعت وقدرت انها تهبط عليه بشكل ناجح يعني فكرة انها تبعت انسان للامر الاول مسألة وقت مش اكتر الى ان حدث ما لم يكن في الحسبان اثناء رحلات لونة وتحديدا بعد لونة 9 وفي 14 يناير سنة 1966 تحصل حاجة فارقة في تاريخ السباق وهي وفاة كبير المصممين والمسؤول الاول عن برنامج الفضاء الروسي سيرجي كوروليف اللي بموته يضاير مجرى الاحداث لكن ايه اللي حصل بعد وفاة كوروليف وهل فعلا قدرنا اننا نهبط على الامر والذي كانت مجرد خدعة ده بالضبط اللي هتعرفه في الحلقات الجاية وبالتالي لازم تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناة وتفعل اشارة الجرس عشان تعرف اول ما الحلقة الجديدة تنزل سلام